السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا تفسيرنا النهاردة هيكون عن رؤية كسر الخاتم في منام المرأة المتزوجة رؤية كسر الخاتم للمتزوجة تدل الرؤية عمتا على معاناة هذه المرأة من مشكلة نفسية كبيرة قد يكون السبب في هذه المشكلة هو زوجها نفسه فإذا كان حالة الخاتم المقصور سيئة جدا في الحلم وهي ما زالت ترتدي فهذا يعني أنها على الرغم من أنها تعاني من الكثير من الضغوطات إلا أنها تستمر في أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه وإذا رأت المرأة المتزوجة أن خاتم الزواج الخاص بها قد سقط وقسر في نفس الوقت فهذا يدل على الإهمال الشديد لهذه المرأة في جميع أمور حياتها وخاصة حقوق زوجها وواجباتها تجاهه فتكون هذه الرؤية كالتنبيه على الاهتمام أقصر من ذلك بأمور حياتها الزوجية وفي حال إذا كانت المرأة المتزوجة ترتدي خاتم كان يرجع إلى والدتها أو والدها وهذا الخاتم قسر في المنام ففي هذه الحالة تدل هذه الرؤية على أن الذي جلب هذا الخاتم إلى هذه المرأة سوف تنتهي حياته في الفترة القادمة هذا والله أعلى وأعلم وعند رؤية المرأة المتزوجة أنها ترتدي خاتم من العاج ولكنه مقصور بشكل كبير فيشير هذا المنام إلى أنها كانت تتبع نهج معين في حياتها ولكنها خرجت عن هذا النهج مما أدى إلى تغير أخلاقها أما في حال كان هذا الخاتم غير مقصور فتدل هذه الرؤية على أنها تتمتع بالأخلاق الحميدة في حال إهداء زوج هذه المرأة خاتم مقصور في المنام فتشير هذه الرؤية إلى رغبة هذا الزوج في الانفصال عنها أما في حال إذا كان الخاتم ليس مقصور ولكنه كسر عند ارتداء المرأة فتدل هذه الرؤية على رغبة المرأة نفسها في الانفصال كما يمكن أن تشير إلى حدوث الكثير من المشاكل بينها وبين زوجها عند رؤية المرأة المتزوجة أنها عصرت على خاتم مقصور في أي مكان وقامت بأخذ هذا الخاتم وارتداءه فتعني هذه الرؤية قدوم الخير والرزق الوفير لبيت هذه المرأة أما إذا كان الخاتم في حالة سيئة للغاية فهذا يعني عكس ذلك تماما وهو قدوم الفقر على بيتها وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته